بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأشعة واستقامية النقط للأولى الثانوي رقم 2 حيث قال A B C D متوازي أضلع و M منتصف القطعة A D و N نقطة بحيث أعطيت لنا A N تسوينا 1 على 3 من A C قال بين أن النقط B N و M في استقامية أو في استقامة واحدة إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن نقول هنا أبناء البرهان كعنوان للجواب البرهان أن النقط من هي النقط لهي B N و M في استقامية أو في استقامة واحدة هكذا لاحظوا جيدا قبل أن نأتي إلى هذا الأمر قال A B C D متوازي أضلع من خواص متوازي أضلع عليكم أن تنتبهوا له جيدا أنه ماذا؟ علينا أن ننتبه رويدا إذا قلنا ها هو متوازي أضلع ثم نعطيكم الشكل النهائي ها هو متوازي أضلع A B C D من خواصي أبناء أن عندنا A D كشعاع يسعينا بي سي لكن علينا أن نحترم اتجاه إذا قلنا A D كذلك هنا بي سي كذلك عندنا A B يسعينا بي سي معناه هذا الطول وهذا الطول متساويات معناه ماذا نستنتج كذلك؟ نستنتج أن A M كم تساوينا هذا الشعاع؟ يساوينا النصف من ماذا؟ من A D كذلك هذه معطينا نجنيها من هذه الأمور وعندنا A N نقطة بحيث A N تساوينا ثلث A C لو نأتي الآن إلى الشكل النهائي ها هو الشكل النهائي أولا النقطة A N قال تنتمي إلى هذا الشعاع هنا كما أشير لكن كم تأخذ من نقسم هذه القطعة إلى الثلاثة؟ قال هو تأخذ كم تأخذ الثلث الأول تكون نقطة A N هنا لو نلاحظ هنا عندنا الشكل ها هو يا أبني وركزوا معي أرجوكم ها هو الشكل إذن إنها النقطة A N ها هي أين تقع السؤال قال بي أن النقطة في استقامة واحدة أو نعم إنهم في استقامة واحدة انظروا ها هو أمامكم نلاحظوا النقاط B و N و M كلهم في استقامة واحدة أو في استقامية هنا ماذا تقول القائدة؟ نقول للبرهان برهان على استقامية من؟ النقطة التي هي B N M M عفوا يكفي أن نبرهنا أن الشعاعين من هم الشعاعين؟ لهذا الشعاع B N وماذا؟ و B M هذا الشعاع إذن نقول B N وماذا؟ و B M مرتبطان كيف؟ خطيا ما معنى مرتبطان خطيا أبنائي؟ معنى أن B N تساوينا K في B M هكذا حتثت فهموا هذه القواعد الأولية لمن؟ لبرهان على النقاط في استقامية بخاصية ماذا؟ بخاصية الأشعة الأمر الثاني نقول نكتب ماذا؟ نكتب الشعاعين الذي لذين يعطيه لنا لهم B N وماذا؟ و B M بدلالة لاحظوا بدلالة من؟ بدلالة B A وماذا؟ و B C انتبهوا جيدا أبنائي أين هو؟ ال B A ها هو B A ركزوا ها هو B A و عندنا ماذا؟ و عندنا قال ال B C ها هو هذه خطوة فيه من لا يكتبها بدلالة هذا المهم نحن نتخذ الطرق السهلة للوصول إلى هذه الكتابة أنه إذا وصلنا إلى B N يساوينا K في B M قد توصلنا حيث هذا الكا هو عدد حقيقي فإن النقاط في استقامية نتابع الآن رويدا رويدا أبنائي إذن ماذا ينتج؟ لاحظوا نترك هذه المعطيات هنا و ننطلق لنكمل المسير للبرهان على هذا الشعاعين الآن إذن ماذا نقول؟ نقول عندنا أولا الشعاع B A ها هو B A نستعمل هنا علاقة شال ماذا يساوي لنا B A ال B A أكيد سوف يساوي لنا B A هذا الشعاع زائد هذا الشعاع نعم إذن نكتب هنا B A يساوي ماذا؟ يساوي لنا B A زائد ماذا؟ زائد A A هذا هو الأمر الذي نعلمه هنا نكتب هنا علاقة شال لاحظوا ثم ماذا ينتج؟ ينتج لنا أنه B A يساوي لنا B A لأننا قلنا نكتبه بذلة B A و B C الآن ال B A هذا لا نلمسه لأنها قد كتب يبقى لنا A A N A A N يا أبنائي ماذا يساوي لنا A A A N A A N لهو هذا الشعاع يساوي لنا ماذا؟ إنها قد اعطيت لنا بعض المعطيات ما هي المعطية التي قد اعطيتها؟ حتى لا تقول من أين يأتي بهذه المعطاية الأبناء ها هي لاحظوا بان يساوينا واحد على ثلاثة اا سي يساوي واحد على ثلاثة اا سي هل كتب بدللة البي اا والبي سي ما زال بعد يعني علينا أن نجري هنا تغيير في هذا المكان وتصبح لنا بان تساوينا بان زائد واحد على ثلاثة ونفتح قوسها كذا ماذا يساوينا الاسي لاحظوا إذا جئنا عدنا كذلك إلى الاسي كذلك هنا ركزوا الاسي ها هو اسي الاسي هنا أبناء اليسى هو اا دي زائد دي سي نعم يساوينا اا دي زائد دي سي كما يساوينا طريقة أخرى ما هي يساوينا اا بي زائد بي سي نعم يساوينا هذه كذلك هذه الطريق إذن نتخذ هذه لأننا سوف نحتاجها إذن نقول يساوينا عفوا نقول يساوينا اا بي زائد ماذا؟ زائد إذن يساوينا هذا الشعاع زائد هذا الشعاع لهو بي سي لاحظوا ها هو الآن بدأت تظهر هذا ها هو وها هو إلا أنه مقلوب والبي سي ها هي قد ظهرت يعني قد تخلصنا من الأور بقية هنا قضية الأمور الحسابية فقط تصبح لنا بي آن يساوينا آ بي آن زائد واحد على إثنان آ بي زائد واحد عفوا واحد على ثلاثة أعذروني واحد على ثلاثة أعذروني أرجوكم واحد على ثلاثة بي سي البي سي قد كتب والبي آن ما زال فيه بعض هنا تقول القاعدة في هذا الشعاع نقوم بقلب ترتيب الأحرف ونغير الإشارة فتصبح لنا بي آن يساوينا بي آن ثم إذا قولبة الأحرف تغير إشارة تصبح لنا ناقص واحد على ثلاثة بي آن والشعاع الآخر نتركوا له واحد على ثلاثة بي سي لم أفعل شيء حتى الآن الآن نوحد هنا المقام للبي آن هنا عندها تصبح لنا الثلاثة وهنا الثلاثة نجمع هذا مع هذا لأنه نفس الشعاع تصبح لنا بي آن تساوينا كم ثلاثة ناقص واحد وهي إثناني على ثلاثة بي آن ثم زائد ماذا؟ زائد واحد على ثلاثة بي سي ها هي قد كتب البي آن بهذه الدلالة هذا الشعاعين لاحظوا هذه نسميها ماذا؟ نسميها هذه العلاقة إذا سميتها نسميها رقم واحد ثم نأتي الآن بي آن أكتبه كذلك بدلالة البي آن والبي سي ونلاحظ ماذا سوف يحدث ناتبا الآن أبنائي إلى الفرعة الثانية أن نكتب بي آن بدلالة بي آن وبي سي عندنا هنا الشكل سوف نحتاجه كذلك هنا دقيق وأرجوكم ونختار المعلومات التي نحتاجها لاحظوا إذا نكتب هنا كتابة كتابة ماذا؟ بي آن بدلالة ماذا؟ بي آن وماذا؟ وبي سي يقول أحدكم لماذا؟ حتى نلاحظ تلك الأشياء الذي كنا نطلبه أن نجده أننا يجب أن نجده بي آن يساوينا كافي بي آن أو العكس أو نقول بي آن يساوينا كافي بي آن لاحظوا جيدا نحن نريد أن نصل إلى هذه إذا وصلنا إلى هذه فالنقاط على استيقام إلى أن الشعاع مرتبطة نخطية ننطلق أبنائي لنقول بي آن مثل ما فعلنا في الأول بي آن يساوينا ماذا يساوي؟ أليس هو يساوينا هذا الطريق زائد هذا الطريق نعم يساوينا هذا الشعاع زائد هذا الشعاع إذن نكتب هنا ماذا؟ يساوينا بي آن زائد ماذا؟ زائد آن لاحظوا لكن آن ماذا قلنا تساويها؟ هي أمامكم بما أنها منتصف فتساوينا نصف آن فتساوينا بي آن تساوينا بي آن زائد نصف ماذا؟ آن دي لكن ماذا يمكن أن نقول على الشعاع آن دي و دي سي هذا الشعاع لاحظوا هذا الشعاع بي سي وماذا؟ وآ دي إنهما متساويان بخاصية متوازي الأضلاع نقول لكن ماذا؟ لكن أن الشعاع بي سي يساوينا ماذا؟ يساوينا آ دي هنا متوازي أضلاع لأنه متوازي أضلاع من هو الذي متوازي أضلاع؟ هو آ بي سي دي بما أنه متوازي أضلاع هو الذي يعطينا هذه الخاصية إذن فتصبح لنا ماذا؟ فيمكن أن نأتي بهذا الشعاع ونضعه في هذا الموضع فتصبح لنا بي آن يساوينا بي آن زائد نصف ماذا؟ بي سي هل توصلنا إلى المطلوب الأول؟ كتابة بي آن بدلات بي أو بي سي نعم قد توصلنا لذلك لاحظوا ها هي العلاقة الثانية الآن تعالوا نقارن ما بين العلاقة الأولى وواحد واثنان على ماذا نتحصل؟ لاحظوا جيدا إن تدققوا معي أبنائي ما رأيكم؟ لو نستخرج ماذا نستخرج؟ نستخرج من هنا في هذه العلاقة الأولى نستخرج إثنان على ثلاثة يقول أحدكم لماذا؟ لأن هنا المعامل كم؟ واحد وهنا إثنان على ثلاثة هو المعامل نستخرجه من العلاقة الأولى لها نقول بي آن دقيق فقط يساوي إثنان على ثلاثة ما زال الكثير يقول لماذا لأن هنا المعامل كم واحد وهنا المعامل كم هو إثنان على ثلاثة إذن نستخرج الإثنان على ثلاثة في الشعاع بي آن فصبح لنا هكذا فصبح لنا بي آن زائد ماذا زائد واحد على إثنان بي سي يقول أحدكم لماذا أعيد النشر سوف تجدون كلامي ما زال صحيح لأننا نحن استخرجنا إثنان على ثلاثة نعم هذا عنده لاحظوا هذا عنده الثلاثة وهذا الثلاثة قد استخرج من المقام لكن هذا عنده إثنان في البسط وهذا لا يوجد له أصلا إثنان من البسط تقول القاعدة يعني كأنما نضرب هنا في إثنان وهنا في إثنان هذه نستخرجها كعن مشترك مع هذه ماذا تبقى لكم أكيد سوف تبقى لكم ليس الإثنان إنما واحد على إثنان كما أشير هنا باللون الأخضر إذن ها قد أعيد النشر سوف تجدون الكلام ما زال حقيقي هذا في هذا إثنان على ثلاثة وهذا في هذا تصبح لنا هنا إثنان على ثلاثة يذهب هذا الإثنان مع هذا الإثن تصبح لنا واحد على ثلاثة هو نفس العلاقة التي كنا فيها في الأول لاحظتم؟ يعني الأمر جدا بسيط الآن لكن لاحظوا إلى هذا الشعاء بي آ زائد نصف بي سي أليس هو هذا بعينه؟ نعم إنه هو وهذا ماذا يساوي؟ يساوينا بي آ ومنه لاحظتم يا أبني؟ ومنه بي آ يساوينا كم؟ يساوينا إثنان على ثلاثة بي آ لاحظوا عفوا هنا نكتب هنا بي آ كشواء هل توصلنا إلى أن بي آ يساوينا كا في بي آ نعم إذن هذا ماذا يدل؟ الكا هنا كم؟ الكا يساوينا إثنان على ثلاثة وهو عدد حقيقيا تمئي إلى أر نقول ومنه ماذا؟ الشعاعان من هم الشعاعان؟ بي آ وماذا؟ وبي آ مرتبطان خطيا بما أنهما مرتبطان خطيا أي النقط عفوا بي آ وم في استقامية أو في استقامة واحدة يعني يمكن هنا أن نكتب كذلك في استقامة واحدة فقط يا أبني لاحظتم؟ هذه هي العلاقة يعني لإثبات على أن ثلاثة نقاط في استقامة أو في استقامية عليكم أن تبرهنوا أن إذا كان عندنا ذلك الشكل هكذا مثل شكلنا هذا عنده هكذا عندنا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا علينا أن نثبت أولا ها هي النقاط علينا أن نثبت أبنائي أن هذا مثلا هذا الشعاع هذا الشعاع الذي أريكم هنا باللون الأخضر وهذا الشعاع أنهما مرتبطان خطيا ما معنى مرتبطان خطيا؟ معنى يكتب أحد بالدلالة الآخر ثم ماذا نختار؟ نختاره الشعاعين نحن الشعاعين الذي اخترناهم اخترنا أن هذا الشعاع وهذا الشعاع نكتب ماذا؟ نكتب بي آم كتبنا بي آم بدلالتهم بدلالة هذا ثم هذا ثم كذلك اخترنا بي آم كتبناهم كذلك بدلالة هذا وهذا ثم نلاحظ أن واحد مكتوب بدلالة الآخر عليكم قلت دائما أن تختاروا شعاعين أي شعاعين؟ يمكن أحدكم أن يختخذ طريق آخر يقول يا أستاذ أنا أخذ هذا الشعاع معها المهم اختر أي شعاعين شئت المهم في الآخر تجد واحد مكتوب بدلالة الآخر هكذا حتى ننظم أفكارنا في هذه الأسئلة التي فيها نوعا ما من الصعوبة فقط يا أبناء وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصلكم جددا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته